السلام عليكم مشاهدي مرحبا بكم في هذا الفيديو انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وانتمنى ان تشاهدوا هذه الوصفة الرائعة ان شاء الله تكونوا في احسن الصحة والسلامة وطول العمر وبسم الله على بركة الله كيف اتلاحظوا نتابعوا الطريقة والمقادر حتى الاخير باش نجح معكم هذه الوصفة هذه الكيك العجيب اللي هو اتبارك الله ما شاء الله ناجح بيئة مئة بل مئة عكوان اه كيف كتلاحظوا عندي جوج بيضات حرارة المطبخ وكنضيف لم واحد كس سكر حبيباس كيف نعطلحظوا معايا وكأس اللي كتعبر به اختي اه المكوينة ديالك عبر به كل شي على حسب المول اه قدر يكون هاد القياس او هاد القياس هادا يجيك انت كبير على المول ديالك ولا صغير عيش شوية يعني حسب اه المول ديالك كتعرفيش حالك يهز مهما نعطيك القياس ديال المول اللي عادي تشوفي معايا ان شاء الله يا رب وهذا الكيك هادي عند الخدمة ديال العجينة السير في العجينة ديالا السير اللي هو عادي تخلطي مزيين مزيين كيف ما كتلاحظ اختي بحل كتطر به بهدوة لكن غير باليد ما كتحتاجش لطر بكهربائي يعني فيه الخدمة غير بالعقال شوية هذا هو كيف ما كتلاحظه كيجي بحل كتطر به بهدوة الخلط كهربائي ولكن هو غير باليد هو كتير وحكس اه زيت نباتية كيف ما كتلاحظه معا مرش مزيين وانما يعني كأس اه ديال زيت عادي تخلط ايضا عادي نخلطه كل ما مو كوين عادي تخلطه مزيين مزيين اختي ومعاديش كيف ما كتلاحظ معا كل شي بالصوت والصور انتمنى ان شاء الله الفيديو يصل لكم المعلومة كافية او كاملة كما حبا انا نوصل لكم بهذا الفيديو لان هذا الكيك هذا كيجي ناجح ان شاء الله بدون تزيين بدون اضافات او تعقيدات كيف ما اتلاحظه معا ايه هكا هكا كتحكي كتتتخلطي مزيين مزيين وكتديري عاو تاني واللي كتضيفي كيف ما اتلاحظ كأس البرتقال عادي نعصره هاد البرتقال هادي او عنده تبرتقالات على حسب عنا نعصر هادي ما كفانيش عادي نزيد كيف ما كتلاحظوه فيه الماء زوين تباركله عادي نستعمل باللوب بغير هاد البيض دي الواسط عادي نحيدو وهكا عادي نعصره مزيين تابعو معايا كيف ما عادي تشوفو معايا عادي ما كيهبطه ولكن كيبقى هادك اللوب على الفم دي العصاره احتى هو ايضا عادي نستعملو هاد لاكيك هادي ما عاديش نرميه وكي يعطي اللاكيك يعطيها واحد شون عادي نقول لكم اتمنى تجربوها ودخلو لي في السلقات لان هادش رهبين يعني محتاش ننشاه هو هاد هاد اللوب اللي كيبقى وكان نكمل اه كيف ما عادي تلاحظو معايا كل اه على هادشكل هادا برتقالة كاملة يعني ما زال نعقص كيف ما كتلاحظو الكأس باقي ما فيهش العصير بالزبق عادي نزيد نكمل وهاد الشي اللي كيهبط ايضا هادي تلاحظو معايا هادي نستعمله ايضا ونتمنى اختي اخي اللي كنت اول مرة كي لزور القناة ديالي اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصل كل جديد ان شاء الله منشيوات اللي هي سهلة واقتصادية هادشكل هادا هادشي هادك كان نضغط عليه هابطل تحت كان نقيه من العظام ام هادك الخيوط البيضاء اللي كتخلي هادشكل هادا ما زال خصني انا نزيد يعني ما تعمرش الكأس عادي نزيد البرتقال ايضا كيف ما عادي تشوفو معايا الكأس عامر او الكأس عادي نعمر الكأس اللي بقالي ما منديروش يعني وكيف كتلاحظو الكأس عندي فيه عادي تشوفو من هي كان مكون كان خويه وهذا مهبر يعني ماشي غير العاصير في هادك اللوب ديال البرتقال وعلى هادشكل هادك ما نزيد نشارك معاكم كل مراحل تبارك الله هاد لك هوا هادا كي يجي فلاكك كي يجي تبارك الله عاطيها واحد طيبة واحد الدوق اللي هو رائع ما شاء الله واللي بغا يدير احتقشرة البرتقال يديرها محقوكة علاش الله وكيف ما عا تلاحظو هاد لكك هادي ما فيهاش لا باني ولا حتى شي اضافات اخرى يعني اتبارك الله ما شاء الله هي كتجي طالعة وناجحة مئة بالمئة وكيف كتلاحظو اخوتي اخوتي هاد لكك هادي ما فيهاش حاجة مكلفة هادا هو اتبارك الله ما شاء الله وذلك اللوغ اللي كالسق على الخلط ما تتقوقوش منه وانما عادي نتابعو المرحلة دينا عادي نديرو الدقيق ايضا عندي نس كيلو دي الدقيق ولكن كيف ما اسبق لو قلت لكم دائما الدقيق او الطحين كنديرو شوية بشوية ما تحتش تصرعو دير نس كيلو تقا واحدة نديرو شوية بشوية ولما تحصل على القوام عا تشاهد معا اختي اخي القوام اللي عادي انا انا حفظة اشحال عادي جيوة لكن وخاها كاك نقدر نزيد شوية ولننقص شوية اه هنا يعندي جوج ديال الصشيات ديال الحلوة او خميرة الحلويات عندي جوج الصشيات 8 جرام 8 جرام يعني 16 جرام وكن نخلط ولك ندمج العناصر بشوية هنا بشوية يعني تبارك الله راكمية هائلة كتجي لك كبيرة عائلية اسفنجية يعني دائرية عند ديرها في اطار دائري كيف ما اتلاحظوا معايا وما تنسوش خوتي اخواتي من اشتراك في القناة ومتبخوش عليا املي لايك ديالكم وبرتجو او شاركو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم وهكي كنتبعوا العملية وكنشكو لكم بزاب خوتي اخواتي على تعلاقاتكم المحافزة وعلى المشاهدة هذا هو القوام اختي اخي على هذا الشكل هذا ما كتجيش قصحة بزاب وما تجيش سائلة ايضا بزاب هو هذا القوام على شكل هذا عادي نحيدو بعد ما عاديت تشاهدو معايا المول اللي عادينا نصوب هو هذا بعد ما دهنتو بالمارغارين وبدلتلو القليل ليلتقيق وذكش اللي بقى ليلتقيق يعني كتزحيدو ما يبقاش تماما وهو ما لاسقش فيها وعادينا نفرغ الكمية كاملة بهذا المول هو موجود تبارك الله ما كان ضنش انا شي منزيل ما فيهش هذا المول هذا يعني تبارك الله هذا المول مواسط يعني ماشي الكبير وماشي الصغير ولكن مواسط وكيجي بلاكيك تبارك الله كتجي فيه عامرة وكيجي يعني كتجي الكيكة ديله كبيرة كبيرة يعني عائلية ما تحتاش تديرك الكبيرة بزاب وهاكيك نفرغ الكمية كاملة على هاتشكل هذا وبعد ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا معي البواقات ولا الفقاعات في هاد المول هادا ليلة في العجينة كيف ما كتلاحظوا ندخلوا الفرن المتوسط الحرارة وعيني عليه وكيجي شعل عليه العفية فقط من جيلة حتنية من فوق من شعلاش وهكا اخوتي اخوتي تاتي صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام الله ما صلي وسلم عليك يا حبيبي رسول الله كان هذا هو الكيك دي اليوم الكيك العجيب تبارك الله ما شاء الله ليه هو بدون اضافات بدون تعقيدات بلا زواق بلا والو ترح به ضيوب ديالي في الاعياد المناسبات جميع تبارك الله ما شاء الله ضيوب ونتمنى على فيديونا الاعجاب ديالكم ونتمنى هتلاكيك هذا تكون عليكم ان شاء الله مباركة مسعودة اي واحد جربه في داره تكون عليه بالصحة والسلامة ان شاء الله وطل عمر ونتمنى انطلق بكم فيديو اخر ما تبخلوش علي بلي لايك ديالكم وبرقش تترك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يصلكم كل جديد ان شاء الله وهكا اخوتي 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 اتكا نشكركم بزاف على تعليقكم على تعليقاتكم المحفزة ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله